بيولي ونغل فانو او بوينت امبير لما وصلنا شنط بوو بوينت فايف كان بوو بوينت اليفن بقى الوو بوينت اليفن اللي هو اي جي ار جي او سوري اللي هو اي جي ار جي على ار اس لس اي 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 جي انا ممكن من هنا ابسط المعادلة شوي هقول او بوينت اليفن حيخد برا ويبقى لي على او بوينت فايف لس ون ان انا خدت ادي كده معادلة تمام? طيب تكملت السؤال بيقول لي لما وصلنا قمت وكزا او اللي كان بيراه اتنى ونص طيب بنعرف ان اللي هي اتنين اربعة خمسة. ممكن برضو اعمل حركة رطيفة كده ان انا اجيب الاي جي في ناحية الواحدة اكوال كامي ار جي زائد خمسة ممتين خمسة واربعين لو انت يعني الحد هنا اصلا واخد بالك انت معاك معادلتين فيهم الاي جي والار جي فانا هجيب الاي جي او اعود في المعادلة انا كان هتعمل ايه? فانا هنا اعملت ايه? جبت الاي جي في ناحية الواحدة. بتنا معي اتنين ونص على ارجي بلس خمسة واربعين. اعمل بقى ايه? اخد ده كده. واعود بيه في المعادلة الاولى. عشان اطلع على ارجال فانو. بعد ما اطلع ارجال فانو اعود في معادلة اجيب الاي جي. يبقى هاي كده اقول اي جي اهي. ما هيب كان بقى باتنين ونص. على ارجال فانو زائد متين اربعة وخمسة واربعين. فارجال فانو على نص زائد واحد. زي ما هي كده. شايفت سولف عالك الكالكليتور? هيطلع للارجال الفانو بخمسة. ارجع بقى اعود هنا او هنا. ده هي ترجع عليك انت بقى. هتعود هتلعى الاي جي معاك يعني او بوينت او او اي جي هيكون اتنين وس على ارجي بلس ار ام. سيرتي سيكس الكتريك سيركت كونتين اصل افتين فولت ده الفي بي انترنل مافيش توصل بطول رزيستور سكستين اوم والفورتي ان سيريز. وين افولت ميتر فعايز يعرف الريزيستنس بتاعة الفولت ميتر ايه كوال كام? تعالى نرسمها ونشوف. عندي باتري بتين الفولت وصلتهم وصلت سوري الايه السيريز مع السكستين وسيريز مع الفورتي وبعد كده وصلت الفولت على الفورتي وصلت هنا. فارى كم ساعتها? فعايز اعرف مقاومة الفولت ميتر دي كام? الار بتاعته بكام? طيب تعال نشوف. بما انه الجزء ده خد اربعة او سوري ستة فولت من التن فولت يبقى هنا في كام? اربعة سكستين امبير. طيب ممكن برضو اعرف الكرينت اللي هنا بكام? سيكس هيطلع مايكل كارينت او بوينت ففتين يبقى هنا ماشي او بوينت ففتين امبير. طب اقدر اعرف بقى اللي هنا اللي تحت وللا امه انت معك اللي برا ب عينت خمسة وعشرين معك اللي فوق او بوينت ففتين يبقى اهم لياه? او بوينت مايناس او بوينت ففتين اعرف الكرينت اللي مش تحت اللي هو او بوينت وان اعرف بقى ايه resistance الفولت ميتر. بكم في على اي. الفولت دي كان بستة. والاي بتاعته بو. والاي بتاعته بو. هيطلع معك كم سكستي اوم. يبقى الفولت ميتر ده مقاومته ستين اوم. طيب. السؤال اللي بعده. بيولي لو بتاعت الفولت ميتر از سيفن بوينت فايف. اخره يقرأ سيفن بوينت فايف. عايز قيمة الشنط ذات ليد تو كونفرت ات تو اميتر توميجر فايف امبير. عايزه يقرأ كرنت بعشر امبير. طب الشنط اي كم? ايجي في ارجي على اي مينس اي جي. هو اخر يقرأ سيفن بوينت فايف. اللي هو اي جي ارجي على اي مينس اي جي خمسة مينس. الماكسوم كرنت اللي ارا كم او بوينت ون. انا جايبين هنا ايه? او بوينت ون. يبقى نحن طب كام? سيفن بوينت فايف. ديفيد فايف مينس او بوينت ون. هيتطلع معاك. وان بوينت فايف سري زيرو سيكس. اللي هي وفايف فور ابوكسوميتل ايه. سيرتي سيكس وظيفة الفايف انها بتقلل لكارنت زي ما قلنا عشان تحمي الجالبان. ايه من هاي كارنت. سيرتي ايت وان طيب 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 ايه ايه احنا وصلنا سلكة معينة. فالاوميتر حصل ايه? شاور على الاي ماكس. شوال اوميتر ليه اتنين سكيل? اتنين كنة عاملين كده. واحد من زيرو واحد من زيرو اوم لانفينيتي. فهو لما يشاور هنا يشاور ويشاور على زيرو اوم ريزيستنس يبقى اكيد انت اه موصل سلك ما عندهوش مقاومة. ده ولنا برضو فهي ستشرح. ده كده اللي يقدر تحملوه جالفانو. ماشي. وانت تترمز وتتجزر. ار اكس بيت ايكل دبل بتاعة او دفايس. يبقى بكام? طبعا الاي هيكون ايكل اه اون او الان من الاي ماكس. ده قانون بتاعنا. صح كده? طب الان بكم كده? الموادي كانت قانون كان بيقول يعني كده الان ايكل تلاتة. سنرجع نعوض هنا. واحد عالتلاتة من الماكس. الماكس اللي هو ستمين. يبقى كله كام? 200. نمبر فورتي وان اكسترن رزيستنس ار اكس كونيكتد لوميتر عنده ار راح للكوارتر. الاي بقى ايكل كورتر الماكس. يبقى الار اكسترنل بكام? اتفعنا ان الار اكسترنل هتكون ان ماينوس وان ان ماينوس وان ار ديفايس. يعني اربعة ماينوس واحد من الار ديفايس. يعني تلاتة ار ديفايس. فورتي وان. الريزيستنس وان من الار ديفايس. طب ده اربعة ار. ادي الار ديفايس بار. يبقى الان بكام? يبقى الان بخمسة. يبقى الاي هيقلها الديه? واحد على خمسة. من الاي ماكس. يبقى نظر فايف. فورتي تو. الالفين اوم. اه اس كونيكتد توعتر من الوميتر. الوميتر عمل للنص. يبقى ازا لما وصلت الالفين. الكارنت بقى بكام? نص الماكس. يعني الان باتنين. يعني الاركسترنل اللي هي بتساوي ان ماينوس وان ار ديفايس. يبقى الار ديفايس ار ديفايس ار ديفايس ار ديفايس ار ديفايس اتنين ماينوس واحد. في الار ديفايس. يعني الار ديفايس برضو بالفين. كده كده قلت راكت ما في خاصبات بيكون حافظتها. لما بيروح للنص يبقى الاركسترنل ديفايس بس انا برضو حسب تهلك اهو. طيب ايه قيمة اللي تخلي طبع انت عشان تقل الكوارتر عشان ده معنى اللي ان بكام باربعة. نرجع نعود تانيه في قانون الاريكسترنل. الاريكسترنل بايكول يعني اربعة في اللي احنا جبناه بكام? بالفين. يعني ثلاثة في الفين ستة امتا? لما وصلنا مقامة اسمها ار. تمام? يبقى الار ديفايز بكام? تعال نشوف. الاريكسترنل ايكول. ثلاثة ماينس ون من الار ديفايز. الاريكسترنل اسمها ار. ثلاثة ماينس ونين هي باتنين. والار ديفايز تنين زماية. يبقى الار ديفايز بكام? بقى ار على اتنين. اللي هي نص ار. نفس الافكار عملت ايه? فاعد. اوميتر عنده رزيستنس ار نود. ده كده ار ديفايز. مش اتوصل برزيستنس ما نعرفهاش اسمها ار. خلت يبقى واحد على خمسة. يعني الان بخمسة. يعني الار بتساوي خمسة مينس ون ار نود. يبقى الار نود ايكول كام? ار ديفايز فور. دي بس غلطة مباشر في الكتاب. خلت الدفليكشن للنص. خلاص بقى احفزنا لو في مقامة معينة. خلت الدفليكشن للنص. يبقى الار ديفايز بنفس المقامة دي. يعني الار ديفايز دلوقتي بكام? بخمسمة. من غير بقى ما ادعمل نفس الحسابات تاني. يبقى كام يخلي للربع? نفس الحرك? بتساوي ان مينس ون. يعني اربعة مينس واحد. من يعني تلاتة في خمسمائة. الف وخمسمائة. عايز مني هنا الباتري. والايماكس معك. يعني انت ناسك طيب ما دي طبعا غير ما يقولك ده سكيل الار اكسترنل. ودي طبعا كام? هو الاسكيل الاخر خمسمائة. طب اقسم الاسكيل ازاي? ما دول كام شرطة? واحد اتنين تلاتة اربعة. مش هيدي الصفر بقى خلاص? عندي اربعة شرط. قسم الخمسمائة على اربعة. يبقى الشرطة الواحدة بكام? بمية خمسة وعشرين. هنا ميتين وخمسين. تلتمية خمسة وسبعين. ثم خمسمائة. طيب. نرجع نعوض في قانون الفي بي. الفي بي بيت اكل اي فار ديفايس. لس ار اكسترنل. ده الاي اللي انت الاي اللي حصل لما انت وصلت ار معينة. طب الاي بي كان بقى ده? مية خمسة وعشرين مايكرو. والار ديفايس. اه صح ما نعرفهاش. طب والار اكسترنل تسع كيلو. تسع تلاف يعني. طب تنبور سرين. خلاص. ده اللي هنعوض فيه. بس انت هنقص لك. فلازم نروح نجيب. طب نجيب منين? نفس الحركة بتاعت الان. دلوقتي التسع تلاف دي. خلت كارنتي اللي قد ايه? خليته يروح لمية خمسة وعشرين. طب المية خمسة وعشرين دي بتمثل كام من الماكسمم اقسمهم على بعض. ان الربع. يعني بتساوي الان جبناها بكام? باربعة. ليه? لانها خلت الكارنتي يقل الربع. يبقى الان باربعة. بنشقلب. عايز تجيب الان على طول قسم الماكس على الرقم ده. يعني قسم خمسمية على مية خمسة وعشرين. تبقى دي الان. او تقسم القرية اللي هنا. تقسم الرقم ده. على ده. يديك الواحد على ان. هي هي في النهاية. طيب. في كام? في ار ديفايس. هيطلع معاك الار ديفايس. بتلات تلاف. تلات تلاف او. وارجع احطها هنا. هيطلع معاك واحد مص. تبقى قصة المسألة ان انت تجيب الار ديفايس. طيب. اه نجيبه ازاي? مشكلتي فين? مشكلتي في ان مش عارف فين الان. ما انت عايز الار ديفايس. والقانون بيقول بتساوي ان ماينس وان. الار ديفايس. الار ديفايس. تسعة كيلو. الار ديفايس عايزانها. نريست لك الان. فالان هنجيبها ازاي? لازم تقسم انت الكهرباء. هتعدي لي دول كام شرط? واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. معاك كله كام? خمسمية. خمسمية على اربعة مية خمسة وعشرين. الاديب مية خمسة وعشرين. مايكرو امبير. طب يعني كامل ربع ربع ربعه ثم نصه ثم تلاتة اربع ثم يبقى الان عندي هنا بكام? التسعة تلاف دي? خليتلي الان التسعة كيلو اوم دي. خليتلي الان بكام? باربعة. يبقى الار ديفايس بكام? قلنا? تلات تلاف. بس تعرف بقى تقول الفي اكوال اي في ار. وتحسبها. طب مستر انا هو انا مالش يعني هو انا ممكن اجيبي الفي بي من الاي ماكس في الار ديفايس بس. يعني ينفع اكتب كده. انت كتبها في الملزمة كده. اي ماكس ار ديفايس. طبعا صح. انك تاخد ال خمسمية دي كلها تضربها في التلات تلاف بس. او تقول اي 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 بعد الاي ماكس. في الار ديفايس بلاص الار اكستانل. تمام? بيقول لي اه طبعا. طيب اه وصلنا اسمها ار. وصلنا ار ما اعرفهاش. فالبوينتر امرح لأكس. يعني لما وصلنا الار شاورنا على ايه? شاورنا هنا. شاورنا على اكس. هاتلي الريزيستنس اللي اتخليني شاور على واي. طيب انا لازم برضو ابقى عارف اكس ده كم من الماكس عد معايا كم شرط? ادي واحد اتنين تلاتة اربعة. يعني دي ربع وده نص وده تلاتة ربع وده الاي ماكس. خلاص? يبقى الار اكس دي او الار اللي انا وصلتها اللي خلتني شاور على اكس. انا ركبته ار معينة خلتني شاور على اكس. هو اكس دي. اه عبارة عن ايه? ربع يبقى الار باربعة. يبقى اربعة ميلاس واحد بتلاتة. في ار ديفايس. يبقى انا كده مشكورا عرفت ان الار ديفايس بار على تلاتة. يلا. تعال نشوف بقى انهي تخليني اشاور على تعال نشوف بتساوي في الار ديفايس اللي احنا جبناها بارعة تلاتة. طب الان بكام اللي انت هتحطها هتخليك تشاور على واي. واي ده تلاتة اربع يبقى الان بكام بين شاقل بيبقى اربعة تلاتة. ولو انت تنسيت ومشاقلتش هتطلع معاك في اكيس ايه غلط. لو انت يعني ايه ناسي. هتطلع معاك برضو هنا نفس الكلام بيقول لي زبز جراف ربزينت ايكول ديفيجن اف سكيل وميتر. عيق وتوتا ريسا نسمها ار. يبقى الار اكس بكام? نفس الكلام. الار اكسترن البيت ايكول ان مينوس ون. ار الديفايس. ار الديفايس بار هو اللي ايه. يبقى الار اكسترن البيت كام? تعال نشوف. او انت هابني كم شرطة? واحد. اتنين. تلاتة اربعة. يعني انت ربع وانت نص وانت اه ترتربع خلاص? يبقى الار اكسترن ال خليتني بربع يبقى الان باربعة. يبقى هكتب اربعة مينوس ون فار الديفايس اللي هي بار يعني تلاتة اار. تسعى واربعين. نفس الكلام برضو نفس الفكرة عايز ار وان وعايز ار تو. فاحنا معناش ايه? معناش الار ديفايس. فلازم نعمل ايه? نحسب الار ديفايس. نحسبها منين? من الرقم اللي معنا اللي هو ده. تمام? بس خب لكن ده ربع وده نص الاسكيل وده تلات تربع عشان او ربعمية. هقسم ربعمية على المية. اه سوري مية عربعمية بربع. ميتين عربعمية بنص. تلاتمية عربعمية تلات تربع. يلا بين. الار اكسترن اللي هي الف اكوال. ان مينوس ون. اربعة تلاتة. في الار ديفايس. يبقى الار ديفايس بكم? بتلات تلاف. شكر. عرفنا الار ديفايس. خشيلي بقى على ار ون. ار ون خلت الار ديفايس. يعني اه ون في ار ديفايس يعني تلات ترف برضو ها كمان. لان ار ديفايس بتلات ترف. خشيلي على ار تو. ان مينوس ون. هو الان بكم? الار تو دي خلت الار ديفايس يشغل على مية. المية ده ربع اللي سكيل. يعني الار اربعة. لانها بنشغل. يبقى اربعة مينوس ون. في ار الديفايس. يعني تلاتة. في ار الديفايس. يعني تلاتة. في تلات تلاف. يعني تسعة تلاف. يبقى الانصر اي. اه نفس القصة برضو بيقول لك الاميت الريزيستنس ايز تلات تلاف سمعية خمسين. هو الاي ماكس بربعمية. عايز بقى ار وان وار تو ار سري. اه نفس الستبس. نفس الستبس. انا هحلها على طول برضو ان ار وان دي خلت الاسكيل بتلات تربع يبقى الان باربعة تلاتة يبقى الار وان بيت ايكول اربعة تلاتة مينوس واحد. في الار ديفايس اللي هيب كام تلات 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 سمعية وخمسين. هيطلع معاك دوت. ار اتنين مش محتاجة حسابات بس هحسبها لك. ان مينوس وان ما هو اه الكارنت بقى بمتين. المتين ده نص ربعمية. هاف يبقى الان بتو. تو مينوس وان. فار الديفايس اللي هي تلات تلات سمعية وخمسين. هيطلع معاك الانسر. اخر واحدة. ار تلاتة خليتني شاور على مية. اللي هو ربع يبقى الاربعة. يبقى الار تلاتة. اربعة مينوس واحد ار ديفايس. اللي هو تلاتة في ار ديفايس. هيطلع معاك ده. طب يقولك الارفور ده ده مشاور فين? ار فور ده مشاور على ايه? ار فور ده مشاور على الزيرو. الزيرو كارنت. يعني انت موصل تقريبا عاليا قوي. انفينيتي. تقريبا ما لا نهاية. يبقى انفينيتي. والريزن طبعا ان كارنت بيفانش عند النقطة دي. اخر سؤال بيقول لي جالفانو. الريزن تلاتة عشرين. بكزا. ده. عملنا قيمة الباتري خمسة فولت. والايه? والار كونس تلاتة عايز الار. الاي او بوينت او تو ايكوال في بي اللي هي خمسة. على الار اكويفلنت اللي هي كام? تونتي بلس ايتي بلس الار وطبعا تتاكد لو فيه انترنل او ما فيش. يعني طبع قمز لو عادي جدا. وتشوف الار في ايكوال كام. بينا قلت ان الاي ايكوال فعلى ار عوضت عن الاي عوضت عن الفي بي ومعها الار كون لها العشرين والثمانين والار فها ريول. يبقى خمسة على او بوينت او تو. مينس مية يبقى مية وخمسين.